وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية ونبدأ مع مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري اللي تواجد في التشكيلة المثالية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 20-23 والمقامة حاليا في كوتفور وده بعد المستوى الجيد اللي قدمه مع الفرعنة والوصول لتومني نهائي كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن اختيار أليوسيسي المدير الفني لمنتخب السنغال كأفضل مدرب في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوتفور لمينة كامارا لاعب منتخب السنغال تواج بأفضل لاعب شاب بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوتفور ولا تستمر لحد 11 فبراير اللي جاي كمان نادي بيرامدز أعلن تعقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي ماراوان حمدي قادما من النادي المصري وده لدعم خطه جمه وأنهى مدير التعقدات بيرامدز إجراءات ضم المهاجم ليصبح لعبا في صفوف النادي بداية من شهر يناير الجاري كمان منتخب مصر لكرة اليد فاز على منتخب تونس من أتيجة 30-25 في مباراة دور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والتي بتصدفها مصر باستاذ القاهرة ليتأهل منتخبنا الوطني للنهائي كمان حصل يحيى الدرع لعب المنتخب الوطني لكرة اليد على جائزة لقب أفضل لعب في مباراة فوز مصر على تونس من أتيجة 30-25 نادي لموجة الفرنسي أعلن تمديد عقد سيف الدرع لعب منتخب مصر لكرة اليد لمدة عام إضافي لـ 21-25 حيث نشر النادي عبر حسابه الرازمي على الانستجرام يصر نادي لموجة الأعلان عن تمديد عقد سيف الدرع لمدة عام جديد لتفاصيل كتير هنعرفها عن المباراة دي وعن مباراة النهائي من علاء السيد ناقد الرياضي لمنوارنا عبر زوم ونقول له صباح الخير يا فندم صباح النور يا فندم أهلا وسهلا بك وأهلا بمستمعي ومشاهدي القناة الولى صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك في البداية شفت إزاي فوز منتخبنا الوطني على تونس مبارا شفت مبارا فريقنا العالمي فريق منتخب مصر اللي تحضر في آخر 4-5 سنين كتيبة من المحترفين اللعبين أصحاب الخبرات العالمية بيقدوا بأداء واسق وبيقدوا المطلوب منهم أمام جمهور رائع شجحهم وجي يفرح بيهم فريقنا طبعا فوز مستحق جدا وفارق واضح في الإمكانيات الفنية والبدنية لصالح منتخبنا اللي زي ما قلنا كده تم إعداده في آخر 4-5 سنين وزي ما قلنا كده ابتعاسوا لللاعب في أفضل أمدية أوروبا وديتكب على نتيجة منطقية جدا وزي ما قلنا كده احنا فريقنا يعني يعني محتاج يعني ببساطة كده سائق أو مدرب يجمع اللاعبين وينزل بهم في المباراة في المستوى ده اللي يفوز بسهولة يعني يعني أنا شفت قدم وثقة ومشاء الله يعني أداء أكتر من رائع طبعا منتخبنا فائزة للمرة الخامسة على التوالي لكن كلمنا كمان عن سيطرة منتخب مصر على مجريات المباراة مبارح وده كان يعني نعتبر وحافظ للفوز المباراة اللي جاية طبعا مبارح المباراة مبارح طبعا كانت قراءة جيدة من مدرب بتاعنا كارلوس باستور وخصوصا هراست المرمى كريم هنداوي مبارح كان مفتاح البدال قوية جدا وانطلقات محمد سندي يعني احنا ممكن نقول في أول عشر داية ربع ساعة المباراة قريبا انتهت بشكل كبير لأن دخول المباراة كان قوي جدا من الاتنين دول مركزين حجمات خاطفة تصدي رائع من حراس المرمى كان مرضوضه فرق خمس ست أهداف أو الربع ساعة وده الصعب المهم جدا على الفريق التونسي ان هو يتواجد تاني في المباراة يعني الناس كلها شافت الحالة الفنية العالية جدا لكريم هنداوي مبارح الشوط الأولاني طبعا بالإضافة البقية اللاعبين يعني أنا طبعا أداء الجماعي السالس والثقة الكبيرة في حراس المرمى هي قدة المرضوض الجاية جدا ده والسرعة الفائقة في هجوم الخاطف اللي قدت لأن الويد فريق مريح استمر بيه الفريق المصري بخبرته وحافظ عليه طوال المباراة الخمسة واربعين ديال الأخيرة وشكلك يعني معجب بطريقة لعبة منتخبنا لكن كلمني هل أداء أخوان كارلوس المباراة بشكل صحيح ولا كان محتاج يغير فيها أكتر أنا عاوز أقول بس أن الفريق كان محضر بشكل جيد للمباراة فريق طبعا حافظ الفريق التونسي وإن كان يعني فيه طبعا وجات نظر مختلفة في طريقة الإدارة وخصوصا أن الناس شافت أن الفريق المصري يعني يفايز بفرقة خمس أهداف الشوط الأولاني كان ممكن يزيد الفرقة عن كده شوية لكن طبعا كل مباراة وليها ظروفها طبعا اعتمد بشكل أساسي على اللايب المختلفين المتعودين يلعبوا على بعض إحنا فريقنا يعني ده مكون وبالشكل ده وبالتشكيلة الفنية دي يعني بقالها 3-4 سنين يمكن من 2019 الشكل ده بالنسباننا الفوز يعني الناس متعودة وجود سند متعودة على إيحيا خالد متعودة على إيحيا الدرع متعودة على عالي زين موجودين في أمكانهم بالإضافة الكريم من ده فعني التشكيل لو كانش فيه تغيير كبير إحنا بس كنا نكون طبعا نين شوية أن الشوط التاني يبقى أداء أفضل شوية على أساس أن الفريق يزود الفرق وخصوصا أن الفريق التونسي يعني زي ما يقول كده فقد التوازن شوية شوط الأولاني كان ممكن يبقى النتيجة أعلى من كده شوية لكن طبعا أحاول يرجع لمباراة معرفش لأن فريقنا خبرت علي ما شاء الله عليه طب إرأي حضرتك في استبعاد المدير الفني لعصام الطيارة ومحسن رمضان ومازن رضا وخالد وليد هي مقتليات بطولة ومقتليات لعب بصفة عامة يعني حراس المرمى عندنا كريم هنديو أداء رائع شوط الأولاني وآخر عاشد دقيق أو قال أدهم محمد علي بأداء رائع وجهت نظر يعني أنا وجهت نظر أن لو كنت موجود في الملعب كنت أستغل عصام الطيار في فترات طالفة في البطولة مش في المطش ده بالذات يعني عصام الطيار ما شاركش في المطش في البطولة فطبعا كان صعب يشارك في البطولة دي في المطش الطعام بارح لكن باقي اللاعبين مقتضيات ملعب وفكر مدرب نتفق أو نختلف عليها ده عمر طبيعي جدا لكن في الآخر الرجل وصل للمباراة النهائية وبشكل مريح يعني شفنا مباراة 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 في فوز مريح للفريق المصري بدون شدة عصاد زي ما قلنا كده خلاصها في أول ربع ساعة بسبب تخذير الجيد اللاعبين كلهم موجودين تحت العشرين لعب موجودين في المعسكر بيجائزوا اللي يستفيد منهم بيحس أنه ممكن يأخذ منه إضافة بيضيفه للفرق هم برح يمكن ما منزلش ملعب خالص ممضوع حاشم وحسن أتباح عارفين ان بيستعيدوا مستواهم يعني شوية بشوية لكن فريقنا زي ما قلنا فريق متكامل الموجود بيسد الحاجة الفنية المطلوبة من المدرب وده أمر طبيعي جدا تمام بنشكرك شكرا جزيلا سيد علاء السيد الناقد والرياضي على الشرح والتحليل والتفصيل ده مشكرك شكرا جزيلا